في 2022 راح يكون التنظيم سيرلينار 2023 2023 طبعاً راح يكون التنظيم كما موالفين يكون فيها كاستينج ممكن دير جور ترواجره بحكم أنه سبقة وطنية فممكن نديروا كاستينج في قسنطينا وفي وهران وفي الصحرام وليما لا ومن بعد نديروا هنستاج بلوكي من بعد نديروا حفل تتويج بشنا وطبع وشو المعلومة اللي هنمدها لكم حصرية أنه طبعا راح تكون انترنسيونال معلته بالجزائر بالجزائر ملكة بلداني جو الجزائر أعطنا الاسم لتعلموا سابقة كامل مسابقة ملكة جمال العرب العرب التي ستقام أنا مسجلها نارك تفتح النار أبواب وهنا أخرى يا كريم تفتح النار على شكون ولكن لقاء لهذا الأسم موجود على الساحة أنا قانون الجزائرين مستعرف به ماذا دخلني أنا القانون أنا نستعرف بالقانون تاعي تاع بلادي ما نعرفش حاجة راح أخرى أنا جامي خرجت ما تزاير بما أنه قانون معاك أنا أستعرف بالقانون تاع بلادي بلادي أعطاني الحق بلادي أعطاني الحق ندير رأي بلاد بلادنا ونديروا رأينا لا 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 بلادي قانونيا أعطاني الحق ما ندير ندير ونعرضوا الدول العربية الشقيقة تونس موريطانيا ليبيا مصر على بلاك يبعثونا واحدة من عندهم كاري فقط اسمحيني خديجة وقتا شح يكون الحق تقريبا ما زال به هذا ونقلنا بسم الله يعني تقريبا لا يا ربي نديروا حفل كاري فات حمسي حاسبا نديروا حفل تدويل صغير للطفلة تعد دميل فان دو في جون في يوم بادي رحمها ربي ما زال فيها شوية دي بريب باش نديروا حاجة في المستوى لازم نعم شوفي هي لغا سهل باش نديرها لغا سهل المشكلة في البروغرام تعالى ميس دو كنت خررت انتا انا ياش حامل الخطر نجلس في البلاطون وقول الله ميس نكونها وندير لها والله ميستاعي تكونها في اليوم سيزم بعدها نخرج ميس من بعد نولي نتريني اللي ما عنديش مصداقية هاقنا انا لدوك لحد الان بزا ما خرجش ميس تعال نحكي انا جمي خرجت ميس لحد الان دردي قاستين بسح ما خرجش لا ميستاعي كي تخرج تخرج بش نوت طبعا نكون انا قادر عليها كي نكون انا قادر عليها باش الناس من بعد وكهذا انسان عنده مصداقية وارفع من المستوى تعال المسابقة الجمال في الجزائر وانما تصورة جميلة للناس بل لمسابقة الجمال في الجزائر هاي كيفاش والشابات الجزائريات هاي العقلية وهاي الضرفة لكن كريم يمكن هاد الخلافة لا يتصرى سحب اللقب وإعطاءه للملكة أخرى يمكن هاد التدخولات الخلفية لمواء الكواليس يمكن اللي راي اللجل هاوي صراحكا لما يكون هناك لجنة التحكيم هي اللي تخير شوفي قبل لجنة التحكيم راح نديروا مجلس إدارة نازم يكون عندها مجلس إدارة المسابقة هادي والمجلس الإدارة هادي مجلس إدارة هادي يكون كما نقوله عنده أسس كله إنسان مكلف بحاجة كل مهم تمشي بطرق نظامية وليعلمكم مسابقة ملكة جمال العرب راح تنظمها شركة تاعي آيس فليكس برود جمعة آيس فليكس اللي تنظيم التظاهرات الثقافية هي اللي راح تكون المنظمة الحصرية لهذا إن شاء الله وهل يعني سؤال هل لجنة التحكيم اللي حتخيرهم بش يكونوا في اللجنة هما يعني مهتمين بأرموضة الجمال والموضة أباك شكون لجنة التحكيم خديجة خديجة مع ريش كون حضرة مع كل لجنة لأنا خديجة خديجة تخدم معايا راح نقول لكم حاجة لجنة التحكيم مع بك شكون ندير شتي هادوك لي كنتم نقول لكم كانوا يعيطون المساروة يخيبهم محترفين يقولوا إحنا اللي بحترف نجيبهم هما لجنة التحكيم ورنا الاحترافية نعيط لهم واحد واحد نعرفهم قا على بالي قاعش كلي يعيط لها لأنه الخبر يجي مهم هما كما إحنا هما يدوا الخبر كين من عندهم اللي يجيبونا الخبر فهم صح تقال على بالي نجيبهم هما لنديرهم لجنة التحكيم طيب بس